بيبدأ الفيلم على ساحل وبنشوف صياد بيجهز المركب الصغير بتاعته علشان يبحر بيتحرك بحذر من خلال كهف مائي وبيوصل للبحر المفتوح بعد شوية من الابحار جو البحر بيتغير بشكل مفاجئ وبيظهر دواب كسيف من العدم بيحجب الرؤية عن الصياد الراجل بيقار يرجع للساحل لكن فجأة حاجة بتصدم بمركبه وبتخليه يترجب عنف كان هو يقع في البحر لكنه قدر يسبت نفسه في اخر لحظة بعد لحظات الصياد بيشوف مركب بشرع كبير عايم ومعندوش اي هدف على بعد منه هو بيقرب منه وبيلاحظ اسم المركب أوليس بينادي بصوت عالي لكن مفيش رد فوضله بيخليه قرر يستكشف وقبل ما ينط على المركب الكبير بيروت مركبته الصغيرة بحبل وبعدين بيدخل جوا أوليس وبيستغل انه ملقاش حد لكن المركب في حاجات اساسية زي الأكل والشرب كمان بيلاقي راديو وبيحاول يتصل بحد من خلاله لكن مفيش رد تاني واضح ان المركب دي كانت مهجورة من زمان بعد ملف شوية قرر يمشي ويروح على سطح المركب لكنه بتفاجئ مفيش وجود لمركبته اللي كربتها كويس جدا بعدين بيمسك منظار علشان يدور على مركبه لكن الدباب لسه كسيف ومش قادر يشوف حاجة بعد شوية الدباب بيبدأ يختفي لكن برضو مركب الصيد لسه مختفية الراجب بيحاول يشغل مطور قوليس علشان يوجه المركب ناحية الساحل لكن المطور مش شغال ومش عارف المركب رايحة فين بعد كده الصياد بينزل تحت سطحه وبيلاحظ باب الحمام بيتقفل لوحده لكنه بيهتم ويفكرش في الموضوع وبيفتح الباب تاني وبعدين بيستخدم خريطة لقاها وبيحاول يعرف مكانه هو فين بالزبط وبيرجع تحت السطحة مرة تانية وبيجيب أدوات علشان يصلح المطور بعد ما جود قدر يصلح المطور أخيرا بيوجه المركب ناحية الساحل ده عده شوية راحة واعتقد ان حظه تغيره بقى كويس أخيرا حاول يطلب مساعدة من خلال الراديو لكن مفيش أي رد الراجل زيئ جدا وحاول يقد حاجته في البحر لكن جزء من الشراحة بطوقن هيقع في البحر لكن دروح نفسه في آخر لحظة ونطع لسطحة تانية هو لسه محصور راح الحمام بسرعة وبدأ يفرغ بطنه في اللحظة دي باب الحمام بيتقفل وحده بيبقى محتار وبيعتقد ان ده بسبب الهواء ما بيحطش في دماغه وبيهتم من الموضوع بعد ما خلص حاول يخرج لكنه ما قدرش الراجل بيحاول يفتح الباب بكل قوته لكن الباب مقفول من برة وبيطلع منهم جيبه وبيحاول يلف القفل لكن مفيش فايدة بيفتح الدرج اللي ورا المراية وبيتصلحه على دم جوه لكن ما بيفكرش برضه في الموضوع كتير وبيمسك مقصه وبيحاول يفتح الباب بيه لكن برضه ما قدرش بعد شوية بيسمع صدن الراديو برة بيقول ان في مركب شحن كبيرة جاية ناحيته وبيحضر علشان يوجه المركبة دي بعيد علشان يتجنب الاستضام بالمركب الكبيرة السيارات بيلاحظ وجود شباك صغيرة في الحمام ويفتحه وبيشوف مركب كبيرة جدا بتقرب منه وبيحاول يجذب انتباههم بأي طريقة وبيطلع ايده وبيرمي هدومه كمان لكن مفيش فايدة الراجل بيحاول يطلع راسه من الشباك لكن الشباك صغير جدا وما قدرش يطلع بعد لحظات بيلاحظ وجود حبل متعلق في شباك الحمام بيرميه في المياه والحبل ده بيطقطع مع الدفة وبيقال لسرعة المركب الشراعي لكن في نفس الوقت بيتجنن اتصادم لكن للأسف الحبل بيتعلق حوالين رقبته ويبدأ يخنقه بعد صراع عنيف مع الحبل الراجل المسكين قد بالعافية فك الحبل لكن كان نهاره واغم عليه على ارضية الحمام بعد شوية صحيح وسمع صوت برا معتقد ان حد فيه المساعدة لكن مفيش اي رض بعملين بيكتشف ان الحبل اتقطع وان المركب بدأت تغرق ورايب جدا الحمام هيبدأ يغرق هو كمان لكن بيتفاجئ انه هو عطشان جدا وبيشرب مياه حلوة لكن المياه بتقف بسرعة وبالليل الحمام بدأ ليه غرق تاني لكن لما حاول يشرب بيكتشف ان المياه ملحة بقت ميت بحر وده سبب له رعب كبير بيمسك شيركن صغير عشان يرميه في المياه برا بكميات صغيرة لكن الامور بتسوق اكتر عصفة بتضرب فجأة وبتخذ المركب يترنج الراجل بيحاول يمسك اي حاجة عشان يتجنب الاصابات لكنه بتخبط كتير ومستوى المياه برضه بيستمر في الزيادة في الحمام مع كل لحظة بتمر بسرعة الراجل بيحاول يقطع الحبل اللي بيتحكم في القماشة بسكينة صغيرة لكن بيجرح صباحه بالغلط وبيصرخ من القلم لكنه مش بيستسلم وبيوصل محاولاته لحد ما بيقدر يقطع الحبل اخيرا مع ان القماشة نزد في المركب الشراعي وبيقف حرقته وده بيدي الراجل شوية راحة وبيقفل الشباك وبيتكف الحوض علشان يتجنب الخرق بعد كده بيناموا في الصبح لما الصياد بيصحب بيلاحظ ان المياه وصلت لرقبته وجسمه كله بارد مفيش حاجة تانية يقدر يعملها بيبدأ يدق على داب تاني لكن مفيش اي حركة بيفقد الامل ويبدأ يعتقد انه يموت هنا لكن فجأة بيسمع صوت طقطقة لما بيقرب من الباب بيكتشف انه مفتوح وبيعتقد ان حد بيعذب ومتعمد يدور حواليه لكن مشوفش حد بيروح على السطح وبيلاقيه شوية عوامات وراجع في ان المركب هتغرق في اي لحظة بسبب التسريب فبيعمل خطة وبيربط العوامات دي واحدة من القباب المكسورة اللي لقاها وبهجز يعمل مركب بديلة وبعد شوية الراجل بيحط المركب اللي عملها في المياه وبيركب عليها ويفعل لما استفق سيارة وبيقم يستني مركب أولس انها تغرق لكن ده محصلش بعدها بيستنى شوية بيلاحظ ان المركب مش هتغرق ولا حاجة فبيقر يركب المركب الشراعي تاني بعد كده الصياد بيصلح الجزء اللي فيه تسريب في المركب عشان يمنع دخول المياه وبيبني مضخة مياه بسيطة عشان يصرف المياه من الكابينة كمان وبيصلح الحوض وبعدين بيستخدم الراديو تاني وبيرسل شوية رسائل وبيطلب فال مساعدة لكن برضو مفيش رد بعد شوية الراجل هو مندمج في التصليح بيلاحظ مركب شحن تانية بتبير من بعيد وده بيديله شوية امل فبيسيب المركب وبيركب المركب البديلة اللي عملها ويضحر ناحية المركب الشحن لكن بعد اللحظات لما بيرجع بيبص صورة بيلاحظ ان المركب قولس بتجري ناحيته بسرعة شديدة الراجل بيحاول يبحر بسرعة لكنه فهم انه مش يقدر يبعد عن انها وده بيخليه نط في المياه ومركتين بتقطع لقطة صغيرة باللحظة دي المركب الشراعة بتقف والصياد بيفهم ان المركب دي مسكونة او فيها حاجة خارقة للطبيعة بعدين بيقرر انه يفضل يعوم بدون هدف في المياه بدل ما يرجع للمركب الشراعة دي تاني المشهد بعد كده بيكون بالليل وبنشوف الراجل لسه عائم في المياه البردة بعد لحظات بيمتفت من حاجة وبيخاف لكنه طلع دول في اللطيف تاني تاني ظهر وبدأ يكفزه حواليه ويلعبه بيه بيتدوله احظة ساعات قصيرة لكن فجأة المركب اولوس بتظهر تاني وبتخوف الدلفين وبتخيب بعده ده خيب امل الصياد جدا وبيصرخ على الدلفين عشان ما يسيبهوش بعدين بيحس ببرودة شديدة ما فيش قدامه اي خيارات بيروح على مركب المرعبة تاني بعد كده بيروح على السرير وبتغسل الصياد وبيصحب يحسه ضعيف جدا ومستنزف ان البرد رئيسي للسطح مقفول بعد شوية الراجل بيسمع صوت غريب جاي من الحمام وبيقعر في الركن ده ما كانش لاحظه قبل كده وبيفتحها وبيكتب توصيل المخزن دايق لكن لما بيدخل الباب الصغير بيتقف الوراء وبيتقف عليه تاني كمان بيسمع خطوات في القوضة اللي جنبه وده بيرعب الراجل اكتر وبيفتح الشباك اللي فوقه لكنه بيقدر شفه في نفس الوقت المركب بتقرب من بلد ساحلية صغيرة ممكن تكون فرصة الاخيرة عشان يهرب وبيستمر في سامع الخطوات فبيجي الشخص اللي مش باين ده انه يقف في المركب كمان بينهار من العياط وبيقول انه مش قادر يستحمد اكتر من كده لانه جعان جدا بعد كده الصياد بدأ يحس بصعوبة في التنفس بسبب نقص الاكسجين في المكان الدايق ده لكن قبل ما يفقد الوعي الباب الفتح بيفتح لوحده الراجل بيعتقد ان ده مجرد خطعة تانية فبيحرك بحذر ناحية السطح ويقلق المركب راسيا جنبه بعدين بينقط من المركب من غير ما يضيع اي وقت واخيرا بيتنفس وهو مرتاح جدا بعد كده الصياد بيلاقي نفسه بفلد غريبة ما فيهاش اي حد بياخد قطيب حديد من جنبه ويبدأ يدور على الشخص اللي عمل فيه كده لكن كل اللي بيلاقيه مباني مهجورة وقديمة وما فيش اي علامة عن نشاط بشارك اي حتة لكن ممكن لسه نشوف مراكم مركونة في الميناء بعد شوية بيسمع اصوات في القوضة اللي جنبه وبلاحظ ان مركب قولس بتجهز علشان تمشي بيبدأ يمشي ناحيتها علشان يشوف هي رايحة فين لكن المركب بتختفي فجأة وبيكتبه مصدوم بعد كده ما نشوف الراجل هو عمالي يتبيع غير هدف في الجزيرة وما احترمش بتأكد من مكانه بعد شوية بيوصل بشكل غمد للناحية التانية من الجزيرة اللي هي نفس المكان اللي كان سابه في بداية الفيلم ويتفاجئ بعد كده بيخلص مشهد لفتحة صغيرة في كهف مائي وبتوصل للمحيط الواسع وراء في القوضة اللي جنبه وبنشوف مركب قولس الشراعي تاني هو شكله بيدور على ضحية جديدة ودي كانت نهاية الفيلم بتاعنا واتمنى لكم مشاهدة ومتاع ان شاء الله وإلقاء تاني في ملخص تاني وانتظروا مننا كل جديد مع قناتكم وانتظروا من نهاية الفيلم وانتظروا من نهاية الفيلم وانتظروا من نهاية الفيلم وانتظروا من نهاية الفيلم